ونظم اتحاد طلبة الثانويين الذراع الطلابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نظموا مسيرة احتجاجية تنديدا بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين كان اخرها مطاردة الشهيد احمد جرار واغتياله بالاضافة الى اطلاق الرصاص الحي على الشبان في المظاهرات بهدف القتل واجابت المسيرة شوارع مدينة رامالا المحتلة وردد المشاركون خلالها عبارات غاضبة مطالبين السلطة الفلسطينية بتخلي عن التنسيق الامنية مع الاحتلال ومحاكمته على جرائمه ضد الشباب الفلسطينية